تتعالى الأصوات عبر مناشدتها لقناة الرشيد الفضائية وغية انتشال أصحاب المحل التجارية في شارع الأطباء واسطى مركز المحافظة تكريت من ركود اقتصادي تسبب به قطع الشارع بحواجز كونكريتية الجميع أكدوا لعدسة الرشيد أن شارع مؤمن بكاميرات مراقبة مركزية والموافقات مستحفلة ولكن الإجراء بفتحه لا زال لم يبصر النور مناشدة من خلال قناة الرشيد حقيقة بفتح هذا الشارع كلنا نستخدم هذا الشارع اللي يعتبر هو شارع رئيسي وسنتر وحيوي يربط كل أحياء تكريت هذه هي عقدة المواصلات المدينة تكريت هي مدينة صغيرة هذا يربط اللي يطلع البغداد اللي يطلع باتجاه بيجي اللي يطلع بباقي أحياء المدينة فضلا عن أنه كونه مركز تجاري رئيسي وحيوي صار بحادث عرضي في يوم من الأيام وقطع هذا الشارع بهذه الصبات أثر على أصحاب الأعمال اليومية فأحنا نطالب من رئيس مجلس المحافظة ومن محافظة صلاح الدين ومن القيادات الأمنية المحترمة اللي هي وقفة بجانب المواطن من خلال قناتكم قناة الرشيد اللي هي قريبة من المواطن بضرورة تفتح هذا الشارع وعودة حركة الحياة وشنو استفادتك التما تدري بس احنا منه نداعي منه مسؤولين كلهم قاعدين بالكراسي مالتهم ومخلينه هي سده والشارع قالوا خلوا كاميرات خلينا كاميرات هيدا شوفوها كلكم ونفس الحالة ما نفتح الشارع وهاي هسا مثل ما تشوفو المحلات لا مستفتحين ولا كبيع ولا كسوق أصلا سوق ميت يعني حركة بشارع طب ما انتهت نهائيا يعني هو شاع الطباء أساسي بتكري يعني العالم تروح وترجع على السوق على الطبيب ومن سده وهم صار الزحامات والبنزينات خلصين وفان حضنه ودهنه الأمنيون في المحافظة بيّنوا أن توقف الإجراء يأتي على خلفية ما شهدت المحافظة مؤخرا من تحرصات للخلايا النائمة مؤكدين إن افتتاح هذا الشارع مسألة وقت ليس إلا حكومة المحافظة وبالاتفاق مع اللجنة الأمنية هناك موافقات بصدد افتتاح هذه الشوارع ولكن كما تعلم أنه الخروقات الأمنية والخلايا النائمة وفي الوقت الحاضر تعمل على زعزعة الوضع الأمني واستقرار هذه الأوضاع الأمنية في محافظة صلاح الدين وخاصة أنه شهدنا أحداث أمنية وخروقات أمنية خلال هذه الفترة هناك تنسيق كبير وعالي في حماية المواطنين والتوقيتات المناسبة لإزالة هذه الحواجز الكونكريتية من هذه الأسواق آمال وتطلعات بيعادة الحياة إلى هذا العصب الاقتصادي الهام بأسرع وقت ممكن إجراء يفتقر إلى مبرر منطقي يتناسب مع متقلبات ومتطلبات الوضع في المحافظة فبعد الاستتباب النسبي للوضع الأمني في محافظة صلاح الدين وتعزيزه بتقنيات أمنية عالية بقيت هذه القطوعات شاخصة بانتظار رفعها ورفع حظر الرزق عن أصحاب المحل التجارية جميل الغزالي قناة الرشيد الفضائية محافظة صلاح الدين